اخواني اخواتي متتبعي وعشاق قناة ابرط المفاس حيكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني المتتبعين والافاضل هذا القناة هذه الان توجهنا ابرط المفاس توجهت الطريق الصفر هذا تشوفوا معنا واحد شقة جميلة جدا لا من فنسيو ديالها ولا من الاتات ديالها بالنسبة لهذا الشقة لكتواجب تزيئة البركة قرب مشدد الايمان في الطابق الثاني فيها 83 متر اللي كتواجد في قلب التيتر طابق الثاني اخوتي غادي تشوفوا معنا الفيديو كامل قبل ما تشوفوا معنا الفيديو ما تنسوناش بالتعاريق ديالكم الجميلة وكدلك اللي لايكات ديالكم الرائعة اخوتي نبدو مباشرة في تصوير هات الشقة هذي على بركة الله اخواني اخواتي متسبعي عشاق ابرط المفاس كيف ما قلتكم ان هات الشقة هذي كتواجد في الطابق الثاني يعني ما زال جوجي الطوابق من الفوق بالنسبة لهذه الشقة معروضة جوج ديال العروض يما بالاتس ديالها هذي الاتس الجميل والفاخر او خاوية بالنسبة احنا يا الاخوان غادي نذكروا تمن البيع بدون اتس واللي بغا الاتس غادي يتفهم مع صاحب هذي الشقة اخواني اخواتي بالنسبة لهذه الشقة هذي فيها صالون وسيجور مباشرة مدخلة ديال الباب في صالة فيها مزيونة الاخوان بلاتينيا ضايرة على ارجاء هذي الشقة في صالة فيها زوينة جاية مدخلة الباب صالونة مبهجين وكذلك كين ثلاثة ديال البيوت وكين جوج ديال الحمامات فيها البركينك ديال الطنوبين الاخوان قريبة جدا من الانسان لجاء نشان المشجد ديال الايمان قريب لها بزر هنا اخوتي تتشوفوا معايا سيجور او صالون ستيل عصري مدغن مزاون تتشوفوا الجمالية دياله بهذه الالوان المختلفة الرائعة واختي اللي بغى هكا هاد الاتات يعني كل حاجة شدة المكان ديالها المناسب لا دعي انه يزيد فرش كل حاجة جديدة تنشكر صاحبة هاد الشقة وصاحب هاد الشقة على الاستدعاء اننا نحط هاد الشقة المتواضعة اسمحوني هاد الشقة الفاخرة في قناة ديالنا المتواضعة اخواني اخواتي كينو بعد عديد من الناس اللي تتصلوا بنا وابغوا في هاد المكان هاد طريق سفرو قريب المركب كذلك قريبة المحكمة جديدة اللي داروا هنا يا زيت فاش شور الان عرض من عروضنا الشقة اللي كان نتروحها عليكم في القناة الاخوان ها هي الان شقة جميلة جدا ومازالة جديدة يعني اللي يدخل غادي جيب غيش وانطو غيش وانطو ديال البوس ويسكن واللي بغى يفرشها بدوقو الخاص كل واحد اولوغو دياله بالنسبة اخواني اخواتي شاهدتوا معا جوج ديال الصالونات او صالونات سيجون فرقين غير بالقبص هنا غتشاهدوا معا جمالية ديال الغرف كينا الغرفة الاولى اللي بالبالكو كذلك ببلاكار ديالها جاية اخوتي مزيونة كتشاهدوا انها كبابرة فيها البلاكار ديالها النوعية ديال الخشب نوعية جميلة جدا كيف ما اقول لكم عن اخوان ان الشقة اللي دخلها ما يصلح فيها تشي حاجة رائعة جدا اللي عنده لدته بغى يفرش هنا يا بيت عسرى جوديا نوامس يهزم حكم ان البيت كبابر جاية قليسة هنا يا غزالة وكذلك عندها البالكو ديالها غادي نوريكم البالكو اللي عنده لدته ما يخافش عليهم مصوب ختي بالاليمينيوم وكذلك مصوب بالجاج ها جاية على الشارع الرئيسي اللي كي خرجنا مباشرة للطريق الكبيرة ديال طريق صفرو هنا من هاد الواجهة الاخوان تتشوفوا معايا البيت هذا البيت الاول او الغرفة الاولى هاتتشوفوا حتى الديزاين ديال السقف البلافون دياله جاي مزاون اي تفريشة فرشتوا هاتتجي رائعة نعود انكرر اخوة اخواني اخواتي ان هاد الشقة فيها تلاتة وتمانين متر طبق الثاني هنا او تاني اتشوفوا معايا بيت اخر او غرفة اخرى مجرد اننا ما كندخلو الغرفة كنلقاو حمام حمام اللي في قلب بيت الناس يعني فيه الدوش وفيه طوالت وكذلك فيه لفابون ومجلج خوتي كامل حتى الصقف الفوق وكينا ادكانا لجي فوق الحمام مباشرة واخد المساحة ديال الحمام بالنسبة هنا يا الغرفة تتشوفوها معايا بهد الجمالية وصرجم كبابر الاطلالة دياله على الشارع كذلك بلاكر كوليس كتشاهدو معايا البلاكر لفونتاج ديال هاد الشقة انها فيها عدة بلاكرات في البيوت كاين الانستالسيون ديال التلفزيون وديال الانترنت داير على ارجاء الشقة بالاضافة الى اه شبابك او صرجم كاملين الكتريك سيطلعو يهبطو بالضو اخواني اخواتي دائما شعارونا اللي ما شراء يتنزه وانتوما اخوتي لعندكم اي حاجة كتخص بالعاقر وبغيتونا اننا نتكلفو لكم بها على رأسنا وعينينا الهواتف دائما موجودة في صندوق الوصف او على الشاشة هنا شتوججي الغرف هذه الغرفة التالتة اللي كتواجد في قلب هاد هاد الشقة تتشوفوها معايا بطبيعة على انكم عرفتوها ديال الوليدات هذه عندها الاطلالة على لاكر يعني البيوت خوتي او البيوت كاملين كبارين في صالة فيها زوينة اه لا جا عندكم طيف ولا اه يعني اصدقاء كي تكون مباشرة الاخوان كين الصالونات والانسان عوتاني كي يقلس فرحتو في هاد البيوت جاي من هاد الواجهة هاك اخواني اخوتي ابا خطموا فاس دائما تجيب لكم الجديد والافضل والاحسن وكانتمنى انها تكون نيلة الريضاء ديالكم انتم بتعاليق ديالكم جميلة واللي من ورانا ودائما نفضل الله سبحانه وتعالى ونفضلكم احنا مسايرين في هاد القانس هنا اخوتي غادي نمتعكم بجمالية ديال الكوزينة لي بهاد البوردو والكرامي جاي رائع جدا كل شي في الموضع دياله التام لكينا الانستلاسيون ديال الماكينة ديال الصابون في المكان ديالها وكذلك ديال اللهوت وكذلك ديال البلاك وكذلك ديال تلاجة وكذلك ديال شوفو اللي يخدموه انسان بالضوء او بالغاز كل شي يعني في المكان دياله كينا طبيل المونجي صغيرة احتى هي شدة المكان ديالها كوزينة جميلة اخوتي عادية منظر رائع وكل شي على حقه وطريقه هنا تتشوفو معي الجمالية ديال الكوزينة عندها تهي استرجم ديالها لطلالة دياله على اللاكور يعني هذي فرصدة وحدة لطلالة ديال الصالون وديال بيت نعاز ديال الاشتو معي مفرج وكذلك بيت نعاز ديال اللي باغون تيشوف على الشارع الكبير وكين بيت ديال الوليدات والكوزينة تيشوفو على اللاكور اخواني اخوتي شاهدتو معي كل ما كيتواجد في هاد اه الشوقة بقنا حمام لا اه اصحاب الانسان عند كين غي حمام واحد كين حمام اخر غتشاهدوه معي هو هادا لفي تهوى لفابو وكين الدج وكين اه لفابو وراء الباب وكين طوالت وحتهوى كينا دكانا انفوق الحمام نعود انذكر الاخوان المشاهدين والكرام لهاد القناة هذي ان هاد الشوقة هذي كتواجد في الطابق الثاني مساحة ديالها ثلاثة وتمانين متر اه فيها البرس كت كيفما اقول لكم الاخوان اللي بغاها بهاد الاتات الجميل يعني كل شي مازل جديد يعني اشتناه على بعينينا والانسان فاش غادي جي شوف عاو تاني غي شوف بعينيه والدار جميلة ما فيها الانسان ما جي يصلح فيها كل شي في المكان دياله المناسب بالنسبة لهاد الشوقة اللي كتواجد طريق سفروت شزئة البركة قرب مشجد الايمان تمن ديالها تمن البيع النهائي بصرح صاحب هاد الشوقة هو ثمانية ورفعين مليون اللي بغاها اخوتي معليه اللي يتصل بنا عبر الهواتف الموجودة على الشاشة او صندوق الوصف نحده موعد مع الناس بحكم انكم كتشوفوا ان الدار اه مازال فيها الناس ساكنين ومرحبا اخواني اخوتي مسخدش بكم حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته